اشتركوا في القناة ان هناك حرب في الصحراء كشفت هذه الصحيفة يوم امس عن معطيات منقولة عن مصادر بجبهة البوليساريو ان تساؤلات افراد الجبهة وصلت الى نفق مسدودة ويتحينون الفرصة للفرار من المخيمات واكدت دات الصحيفة البريطانية في تقرير انجزته بمناطق توجد عناصر جبهة البوليساريو فوق الاراضي الجزائرية ان حالة من اليأس تجداح مقاتلية الجبهة بعد العديد من الاخفاقات التي يواجهها قادة البوليساريو على المستوى السياسي بشأن النزاع مع المغرب حول الصحراء وكانت الصحيفة البريطانية المذكورة قد اكدت ان استعمال المغرب لطائرات بدون طيارة فرض على عناصر البوليساريو تغيير نهجها في المواجهات مع القوات المغربية حيث اصبحوا يتنقلون بشكل متفرق بعدد قليل مثل الرحالة في الصحراء وبالرغم من الاحتياطات التي يقوم بها عناصر البوليساريو يضيفها الموقع البريطانية خلال انتقالهم في المنطقة العزلة من اجل الاقتراب من الجدار الامني المغربية للقيام بعمليات القصف تجاه القوات المغربية الان ذلك لا يوقف ترقوبهم الدائم ومراقبتهم المستمرة للسماء خشية قدوم المساكرات نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء